معي من القاهرة عبر أقمار صناعية دكتور ماهر فرغالي الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور ماهر كان في تعريف بسيط لمن قتلوا إن كان من وزير الحرب أو الأمير دير الزور من هم؟ بداية كان أمير دير الزور أولي دير الزور كان أبو خطاب العراقي تولى بعد أبو خطاب العراقي تم تكليف أبو خلد الجزراوي وهو من إحدى دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية ولا يعرف اسمه الحقيقي أبو خالد الجزراوي تم توليته بقرار من أبو بكر البغدادي بعد تحقيق مع أبو خطاب العراقي حول عدم إقامة الحدود وانتهاجه نهج آخر إيدلوجي مغير للتنظيم أبو محمد الشمال الذي يعلن اليوم عن مقتله هو في الحقيقة كان مسؤول تأمين الحدود وكان موضوع له جائزة كبرى لمن يدلي بمعلومات عنه حيث كان مسؤول عن نقل وانتقال المقاتلين الأجانب وإدخالهم إلى الداخل السوري أو العراقي وهو في الحقيقة كان مسؤول زكرة في وسائق تم الوصول إليها لهذا التنظيم بأنه هو مسؤول تأمين الحدود ومسؤول انتقال المقاتلين وقالوا في بعض التحقيقات أنه هو مسؤول تجنيد الأجانب فأبو محمد الشمالي شخصية خطيرة جدا من ناحية كذلك التمويل ومن ناحية الاتفاق في بعض الأحيان مع النظام السوري في تهريب البترول وإعطائهم البترول مقابل الكهرباء والغاز وهكذا فأبو محمد الشمالي له دور كبير أما أنه والي دير الزور فهذا ما أعلنته روسيا اليوم لكن في الحقيقة كان والي دير الزور هو أبو خالد الجزراء ولعله هو أبو خالد الجزراء دكتور ماهر دائما ما نسأل ونعرف بأنه كل هذا يؤثر سلبا طبعا بالتنظيم إن كان على صعيد التخطيط أو معنويات الجنود بعد الوصول إلى قياداتهم من تبقى من تنظيم داعش سيعد من ضربات القاسمة جدا للتنظيم الوصول إليه وقتله؟ نعم بداية لابد أن نعلم أن معركة دير الزور هي معركة حيوية للتنظيم بشكل كبير جدا هي دير الزور محافظة كبرى جدا بجوار منطقة البوكمال والبوكمال هي لا تخضع لدير الزور لها والي آخر تابع لداعش في الحقيقة هذه المعركة حيوية نظر لوجود 12 قياديا داخل هذه المدينة يطلق عليهم اللجنة المفوضة للتنظيم ولجنة المفوضة للتنظيم هي اللجنة المنوض بها إدارة تنظيم داعش في الأماكن التي يسيطر عليها سواء دخليا أو سواء خارجيا فيما يطلق عليه أفرع ويزرع التنظيم خارجيا والمسؤولين عن العمليات الخارجية الإرهابية في دول أخرى ومن هنا تأتي ضربة مثل ضربة أبو محمد الشمالي على سبيل المثال في إخفاض الروح المعنوية لعناصر التنظيم وقواعد التنظيم وتأتي في سياق هزائم التنظيم المتتالية التي في الفترة الأخيرة حيث فقد 60% من أراضيهم من الماكن التي يسيطر عليها هذه الضربة بلا شك موجعة تؤثر في نهاية على سراتيجيات التنظيم وتفقده البوصلة تماما وفي ذات الوقت إدلوجيا تؤدي إلى تفرقة وتؤدي إلى تشتت هذا التنظيم موجود طبعا قيادات كثيرة جدا ما زالت موجودة لجنة المفاوضة كما تقلت لسيادتك هي 12 عضوا يحملون أسماء حركية لكن المشهورين منهم كلهم قتلوا مثل أبو محمد العدناني وآخرهم أبو محمد الشمالي كيف تتابع وضع داعش على الأرض في دير الزور وستراتيجية داعش هناك بعد حوالى ثلاث سنوات من القتال المستمر مع كل الخسارات التي منية بها مع طرده من الموسى العراقية مع وضعه في الرقة وفي نفس الوقت مع من يقول بأنه لا يزال قويا يعني لا يمكن تهاون بهذا الموضوع أو اعتباره سقط بداية من ناحية معركة دير الزور كانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من بعض الميليشيات وبعض المجموعات الأخرى مثل الأكراد على سبيل المثال سوف يدخلون دير الزور من المنطقة الشمالية لكن قوات النظام السوري حاولت حصار التنظيم التنظيم فرض حصارا شديدا جدا على قوات النظام السوري وغير الاستراتيجية في المعارك يعني والتنظيم كان في الأغلب يستخدم الانتحارين في البداية هذه المرة لم يستخدم الانتحاريين وبدأ في معركه في دير الزور عن طريق الخداع الاستراتيجي قام بعملية خدعة بأنه توجه لمنطقة ثم حارب قوات النظام السوري في منطقة أخرى ومن هنا ما زال يسيطر على مناطق شاسعة واسعة جدا في دير الزور لأنها المعركة حاسمة وهي العاصمة الرئيسية الآن للتنظيم التنظيم فقد 60% من الأراضي التي يسيطر عليها بلا شك وفقد على أقل سلس مقاتلي كما فقد الدعم المعنوي والمالي الكبير جدا وفقد عملية تجنيد الأجانب والمرور المقاتلين الأجانب إليه يعني هذا في هذه المرحلة لكن في الحقيقة ما زال يحتفظ بسلسي مقاتلي في أماكن متنوعة يسيطر عليها يعني في أجزاء من الرقة وفي أجزاء كبيرة من دير الزور وفي بعض المدن العراقية الأخرى والخورة العراقية ما زال يحتفظ بسلسي مقاتلي ما زال يحتفظ بأزرع خارجية للتنظيم خارجيا يمكن أن يقوم بعدة عمليات خارجية في بعض البلدان الأوروبية عن طريق بعض الخلايا على سبيل المثال لكن في النهاية المعركة محسومة يعني المعركة محسومة هزيمة التنظيم قادمة لا محالة سوف يفقد كل هذه الأراضي وكل هذه الأراضي في النهاية التنظيم لن ينتلك سواء الفكرة في النهاية وهذه هي المشكلة هذه المشكلة الأخطر شكرا جزيلا لك من القاهرة عبد الأكمار صناعية دكتور ماهر فرغالي الخبير في الجماعات المتشددة